الانتخابات في الفلبين باتت قريبة وثم توجه مألوف يخوض الحملة الانتخابية أمالدا ماركوس تطمح في سن الثلثة والثمانين إلى السلطة أكثر من أي وقت مضى بعد مرور جيل تقريبا على الإطاحة بزوجها فريدناند ماركوس في ثورة شهيرة تأمل ماركوس بالحفاظ على مقعدها في البرلمان ممثلة لمقاطعة شمالية ريفية تشكل منذ عقود معقلا سياسيا لعائلتها إنها لطيفة لأنها تعطي أدوية للمحتاجين وللفقراء ليس فقط أدوية بل أيضا طعاما وألبسة للناس فريدناند ماركوس وزوجته وأتباعهم متهمون بسرقة مليارات الدولارات خلال حكمه الذي استمر عشرين عاما مجموعة أمالدا الكبيرة جدا من الأحذية وغيرها من وسائل التبذير تشكل رمزا للتجاوزات التي طبعت عهد زوجها لكن بعد وفاة ماركوس في المنفى في الولايات المتحدة عام 1989 عاد أفراد أسرته وبدأوا حملة لإحياء اسم العائلة في المجال السياسي أمالدا واثقة من الفوز بمقعد في الانتخابات وابنتها مرشحة لمنصب الحاكم في مقاطعتهم حيث لا تلقى منافسة أما ابنها فريدناند ماركوس جونيور الذي يتمتع بالكاريزما فهو عضو في مجلس الشيوخ وتدفعه والدته للترشح للرئاسة عام 2016 لدينا دائما أحلام لأولادنا وكلما خدم الناس كلما كان الأمر أفضل لطالما نفت عائلة ماركوس صرقة أموال الشعب أو ضلوعها في الفساد لكن للفلبين تجربة سيئة مع نظام سياسي قاص وفاسد تمارس في ظله عائلات قوية مثل آل ماركوس نفوذا اقطاعيا في مناطقها ليس لديهم شعبية هم أثرياء ويشترون الناس بالمال فقط لهذا السبب يربحون الانتخابات في كل الانتخابات لا يتم الاعتماد على الشعبية بل على المال الذي يعطى للناس على الرغم من ذلك أمضت إيميلدا حياتها تتحدى منتقدها وهي بلا شك تستمتع بعودتها إلى الأضواء شكرا